الصف التاسع التعليم الأساسي كتاب التربية الوطنية الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الواقع العربي وآفاق تطوره يغضي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة بعنوان الحوار أي من الصفحة 59 حتى الصفحة 63 تقديم مبادر الضوء بصوت هيا مصطفى عقاد بداية الوحدة تواجه الأمة العربية تحديات وأخطار عديدة تستلزم العمل على تحقيق التضامن فيما بينها والتعاون والحوار مع الدول والقوى الداعية إلى السلام عبر المنظمات الإقليمية والدولية أهداف الوحدة التعليمية يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة وبعد قيامه بالأنشطة المرافقاء 1- يتعرف مفهوم الحوار وأهميته ومعوقاته 2- يستنتج أهمية الحوار كمنهج في حل المشكلات والنزاعات بين الدول العربية 3- يتعرف مفهوم التضامن العربي مبيناً أهميته في الظروف الراهنة 4- يبرز دور سوريا في التضامن العربي 5- يتعرف على أهمية الجامعة العربية مبيناً دورها في توحيد الجهود العربية 6- يتعرف أهداف منظمة التعاون الإسلامي ودورها في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية 7- يبين دور سوريا في دعم جهود المنظمة والتعاون معها لتحقيق أهدافها 7- تتألف هذه الوحدة من أربعة دروس 8- الدرس الأول الحوار 9- أما الثاني التضامن العربي 10- فالثالث الجامعة العربية 11- وأخيرا الرابع منظمة التعاون الإسلامي 11- الدرس الأول الحوار 12- بما أن الاختلاف ظاهرة طبيعية في المجتمعات 13- لذلك كان الحوار ضرورة لتطوير وبناء هذه المجتمعات 14- لنتعرف مفهوم الحوار 15- ولنبين أهميته ودوره على صعيد المدرسة والمجتمع 16- ولنوضح معوقاته 17- ولنستنتج أهميته 17- كمنهج لحل المشكلات والنزاعات بين الدول العربية 18- مقولة جانبية 18- الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية 19- رأي صواب يحتمل الخطأ 20- ورأي غير خطأ يحتمل الصواب 21- من قراءتك المستند حاول أن تبين 22- السبل التي يمكن اتباعها لحل الخلافات 23- وأيها أكثر جدوى ولماذا 24- نبدأ بمفهوم الحوار 24- الحوار ظاهرة إنسانية 25- لازمت المجتمع الإنساني منذ الأزل 26- فالإنسان الواعي يحاول نفسه 27- وكذلك أسرته ومجتمعه 28- للتعرف إلى وجهات النظر وتقريبها 29- أو توحيدها حول القضايا المختلفة عليها بغية حلها 29- ويظهر الاختلاف من تعدد الآراء والتباين في وجهات النظر 30- تجاه موضوعات علمية وسياسية واجتماعية 30- مما يجعل الحوار وسيلة لمناقشة الآراء والأفكار 31- وتبادل وجهات النظر على أسس عقلانية من قبول للآخر 31- وعدم رفض الآراء وعدم فرض الآراء الشخصية والتعصب لها 32- من قراءتك النص والمستندات 33- حاول أن تستنتج 34- تعريفا للحوار 35- تعريف الحوار هو ظاهرة إنسانية لازمت المجتمع الإنساني 35- فالإنسان الواعي يحاور نفسه وأسرته مجتمعه 36- للتعرف إلى وجهات النظر وتقريبها أو توحيدها تجاه موضوعات علمية وسياسية 37- والحوار وسيلة لمناقشة الآراء والأفكار وتبادل وجهات النظر وعدم فرض الآراء الشخصية والتعصب لها 38- ننتقل إلى أهمية الحوار وأسسه 39- يحرص الإنسان على الحوار لأنه حاجة ضرورية لحل الاختلاف 40- ووسيلة اتصال مع الآخرين 41- واسلوب مهم للوصول إلى الحقيقة والسمى حضارية للمجتمعات المتطورة 42- كما أنه ضرورة دائمة لوحدة المجتمع وتماسكه 43- والتواصل المثمر بين أبنائه والبعد عن التنافر والانغلاق والانعزالية 43- وصولا لتحقيق التآلف والتعاون 44- فهو طريقة للتفكير الجماعي والنقد الفكري 45- الذي يؤدي إلى توليد الأفكار وزيادة المعرفة والوعي 46- كما أنه سمة المجتمعات المتطورة 47- إذن من قراءتك للنص والمستندات حاول أن 47- تستنتج أهمية الحوار 48- وتذكر معوقات أخرى للحوار 49- بالنسبة لأهمية الحوار 49- وحاجة ضرورية لحل الخلافات 50- أيضا هو وسيلة اتصال مع الآخرين 51- أيضا أسلوب مهم للوصول للحقيقة 52- كما أنه سمة حضارية للمجتمعات المتطورة 53- بالإضافة إلى أنه ضرورة دائمة لوحدة المجتمع 54- وأخيرا طريقة للتفكير الجماعي 54- أما بالنسبة لمعوقات أخرى للحوار 55- فهي عدم المشاركة 55- الاستخفاف بالآخر 56- أو الحوار الجانبي 57- أيضا التوتر 57- بالإضافة إلى اللامبالاة 58- وأخيرا الخروج عن الموضوع 58- ننتقل الآن إلى أنواع الحوار 59- تختلف أنواع الحوار باختلاف الأطراف المشاركة فيه 60- والموضوعات التي يتحاور فيها 61- ونذكر منها 62- الحوار المدرسي 63- الحوار المجتمعي 63- الحوار الوطني 64- بالنسبة للحوار المدرسي 64- هو الحوار الدائر بين الطالب وزملائه في المدرسة 65- وبين الطالب ومدرسه 65- ويتحقق ذلك من مناقشة الأفكار فيما بينهم 66- وطرح أسئلة للنقاش في الغرفة الصفية 66- ويكون الحوار أيضا في المنظمات التي ينتمي إليها 67- الأمر الذي يساعد على حل بعض المشكلات 67- التي تعترض مسيرة العملية التربوية 67- ويصحح المفاهيم المغموطة 67- ويتجلى ذلك من خلال عقد مجالس المدرسين ومجالس الأولياء 68- أما بالنسبة للحوار المجتمعي 69- فهو الحوار الذي يُعقد في المؤسسات الاجتماعية 69- لمناقشة القضايا الاجتماعية من خلال المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية 69- أما الحوار الوطني 69- فهو الحوار الذي يجري بين أبناء المجتمع 70- لمناقشة قضايا وطنهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 71- من خلال المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني 72- وهو ضرورة لكل المجتمعات 73- لأنه يقوي النسيج الوطني 74- ويخلق استجابة للتحديات التي تهدد المناعة الوطنية 75- كالفساد والتعصب 76- ومواجهة الأخطار الخارجية 76- كالغزو الثقافي والإعلامي 77- الذي يهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية 77- وهو يدعم سبل الاستقرار والتنمية على المستوى الوطني 77- وهذا ما يهيئ الأرضية المناسبة 77- لتفعيل العلاقات بين الأخطار العربية 78- بالشكل الذي يعزز قدرتها على إقامة حوار بناء 79- يشمل القضايا المصيرية المشتركة 79- كالحفاظ على الهوية الوطنية والقومية 80- واسترجاع الأراضي المختصبة 80- والحفاظ على الثروات العربية للأجيال القادمة 80- أيضاً تحقيق التكامل الاقتصادي 80- لأنه يزيل عوامل التوتر والقطعة 80- ويعزز عوامل التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية 81- كما أنه يؤدي إلى تدعيم سبل الاستقرار والتنمية 82- بحيث يصبح الحوار الداخلي الصادق والجاد والفعال 82- منطلقاً لتفعيل العلاقات مع الأقطار العربية 83- حول جميع القضايا التي تهم العرب 84- ويكون منطلقاً للحوار مع دول العالم 84- سوف نذكر مقتبس للدكتور محمود السيد من كتاب في تراثنا العربي 85- ما أحوجنا في ندواتنا وحواراتنا إلى احترام الرأي والموضوعية 86- في إصدار الأحكام على آراء الآخرين 87- وعدم الانفعال والمقاطعة في أثناء الحديث 87- والتحلي بالآنات والصبر في الاستماع إلى وجهات النظر 87- والإتيان بالحجج والأدلة التي نستشهد بها في جو من المجاملة واحترام الرأي 88- ونبذ عقلية التزمت والتشنج والتعصب والتطرف 89- التي شقت طريقها إلى العقل العربي 89- إتان عصور الإنحطاط والإنحدار والتخلف 89- إذن من قراءتك لنص 90- استنتج أهمية الحوار الوطني 90- الإجابة 90- يقوي النسيج الوطني 91- يخلق استجابة للتحديات التي تهدد المناعة الوطنية 91- مواجهة الأخطار الخارجية كالغزو الثقافي والإعلامي 92- يدعم سبل الاستقرار والتنمية على المستوى الوطني 92- أيضاً من قراءتك للنص والمستندات حاول أن تستنتج 93- أهمية الحوار في حل المشكلات والنزاعات بين الأقطار العربية 94- الإجابة 95- تفعيل العلاقات بين الأقطار العربية بالشكل الذي يعزز قدراتها على إقامة حوار بناء وشامل لكل القضايا المشتركة 96- ويزيل عوامل التوتر والقطيعة ويعزز عوامل التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية 96- كما أنه يدعم سبل الاستقرار والتنمية بحيث يصبح الحوار الصادق إلى تفعيل العلاقات بين الأقطار 97- ننتقل الآن إلى الأنشطة والتدريبات 98- ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغلط مما يأتي 99- العبارة الأولى 99- الاختلاف ظاهرة سلبية في المجتمعات 99- الإجابة خطأ 100- الجملة الثانية 100- الحوار أسلوب للوصول إلى الحقيقة 100- الإجابة صح 100- الجملة الثالثة 100- الحوار ضرورة دائمة لوحدة المجتمع وتماسكه 101- الإجابة صح 102- عدد أنواع الحوار 101- الحوار المدرسي 102- الحوار المجتمعي 3- الحوار الوطني 3- أتمم الجدول التالي أمام الجدول يحتوي على عمودين العمود الأول أسس الحوار العمود الثاني معاوقات الحوار بالنسبة إلى أسس الحوار فهي 1- تحديد موضوع الحوار 2- تقبل الحقيقة 3- التدرج في عرض الموضوع 4- توثيق المعلومات 5- الإقناع العلمي 6- احترام الآخر 7- ومراعاة الوقت أما العمود الآخر وهو معاوقات الحوار فهي عدم المشاركة 6- الاستخفاف بالآخر 7- الحوار الجانبي 8- التوتر 9- اللامبالاة وأخيراً الخروج عن الموضوع وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من الوحدة التعليمية الثالثة